نروح للسكواش طبعاً زي ما أنتوا فاكرين كان معنا الحلقة اللي فاتت مصطفى عسل وسألناه عن بطولة قطر الدولية الجاية هو لعب بطولة مصر الدولية وخد تالت وعمل إنجاز كبير وطلع من علي فرج في قبل النهاء البطل بتاع البطولة كان عنده بطولة اللي بعد كده كانت بطولة قطر اللي هيروح يشترك فيها وأكد لنا لما كان معناه أنه هيشارك الحقيقة للأسف قرر أنه ما يشاركش طب ليه مش هيشارك؟ في أحد المقربين من مصطفى عسل عنده اشتباه شديد في كورونا فمصطفى قرر أنه يأزل نفسه خمسة أيام عشان يتطمن وزي ما قلنا لحضراتكم إن السكواش والبي اس ايه منظمة طبعاً المحترفين بتحط الريستريكشنز أو قيود شديدة جداً على موضوع كورونا فأي لعب للأمانة لو مخالط لحد تعبان لازم يقول فمصطفى عسل من منطلق الأمانة قال يا جماعة أنا مخالط لحد عنده كورونا أنا هازل نفسي خمسة أيام هيفوت مع عدل صفر مش هلعب ومش هشارك طبعاً بالإضافة أنه طبعاً جمعته اللي هي الأكاديميات العربية اللي هم التكنيجيا ما كانتش لسه خلصت له تصريحه بس الأساس طبعاً موضوع كورونا ونتمنى طبعاً السلامة ليه ويكون بس مجرد عزل ويرجع يجتمرن تاني ويشارك في البطولات من جديد